احنا وبنحلل ظاهرة ارتفاع نسب الطلاق طلعنا شوية منبئات بتقول لنا نسب الطلاق بتزيد ليه؟ وانتو عارفين ان احنا بنعمل حلقة يوم الحد عشان نتكلم ازاي نعالج زيادة نسب الطلاق النهاردة هنتكلم عن حاجة ما يستطيعش اي حد مش هقول بس اي حد مش تغفل ارشاد الزواجي لا اي حد بيشوف الطلاق بيعرف ان الحكاية دي هي سبب كبير جدا جدا في ارتفاع نسب الطلاق اللي هي ايه بقى؟ عدم قدرة الزوجين على ادارة الاختلاف الزوجين لا شك ان هم عارفين ان هم جايين من بيئتين مختلفتين احنا عندنا حاجتين اساسيتين بيتخلينا نقول ان فيه اختلاف حاجة الاولانية ان الزوجين من جنسين مختلفين من نوعين مختلفين فرجال جنس او الذكور جنس والنساء جنس وكل جنس وكل نوع من نوعين ليه سماته سماته دي بيتخليه ليه ادوار في الحياة وده مهم جدا ان احنا نعرف ان ادوار الذكر غير ادوار الانثة وفيه ادوار مشتركة طيب وعشان كده فيه اعمال بتقوم بها السيدات وفيه اعمال بيقوم بها الذكور ففيه اعمال للزوج وفيه اعمال للزوجة وفيه اعمال مشتركة يبقى فيه اختلاف يبقى الله سبحانه وتعالى قال ما نعمل له صالحا من ذكر او انسة وهو مؤمن فلن نحيي انه حياة طيبة الاثنين نستطيع ان احنا نعمل اعمال ونعيش معا طيب ده السبب الاولى من الاختلاف السبب الثاني في الاختلاف الابعاد الكتيرة اللي في حياتنا بعد التربية والتنشئة بعد الثقافة بعد المكونات الذاتية من الاحتياجات وكمان من القدرات وكمان من رؤيتي عن الحياة فالاختلاف ده امر طبيعي لازم نعرف كده الاختلاف امر طبيعي في الحياة ولزاك الله سبحانه وتعالى قال ولا يزالون مختلفين ايه اللي حاصل بقى ان ما ينفعش الناس تعيش مع بعض من غير ما نعتبر هذا الاختلاف ونحاول نتخلص من مساوئ الاختلاف عشان ما يتعكرش حياتنا احنا بنحاول في بعض الاحاليين ان احنا نحاول نكذب ان احنا فيه اختلاف ونقول ما فيش خلاف ولا حاجة وندخل في حالة ايه في حالة انكار ولما ننكر الاختلاف المساقل بتتعقد وعشان كده احنا لازم بشكل واضح ما يحصلش ان احنا ننكر الاختلاف لان لما بننكر الاختلاف بيحصل ايه؟ نتصور ان الطريقة الاحسن عشان ننكر الاختلاف وان احنا ننكر التهم على بعض ونعتبر ان ده هو الحل وساعتها بتبقى اول مشكلة واول لهب بيحصل في البيت ان يحس حد ان ابراء زمته اهم عنده من خاطر شريك حياته ثم لما يحصل الاختلاف ما تحسش ان احنا عايزين نوصل للاختلاف كل واحد فينا عايز يبرئ زمته ويخرج من قفص التهام وما بنقدرش نخرج من الاختلاف الا شيء مشترك مع اني في حديث حضرة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان الاختلاف ده وكأنه عامل زي حديث رسول الله عليه وسلم اللي بيقول فيه تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصى عودا عودا فايما قلبه اشربها نكتت في قلبه نكتة سوداء نفس الكلام الاختلاف ده لو ما حصلش ادارته تحصل نكتة سوداء اه ما تستعجلش عشان بس ما حدش هعتبر ان الاختلاف ده معصية لكن نكتة سوداء يعني ايه ظرة من ظرات التراكم وتفضل التراكمات تزيد لحد ما كل شريك ما يشوفش التاني فاحنا امام حالة من حالات الاختلاف بين الزوجين ايه الحالة اللي احنا عنا اقرضها عشان نقدر نعبر من خلالها ونبين الاختلاف ازاي ممكن يبقى في صورة تبين لنا ايه المشاكل والأثار السيئة التي تترتب على عدم ادارة الخلاف عندنا زوجين الزوج بيخبي على زوجته علاقته باهله وبيخبي موارده المالية بس في نفس الوقت زوجته حساسة وهو مش بيراعي حساسيتها وبتركها لأفكارها فهي بتشعر ان اللي ما بيدخله اسوأ مما يظهره والزوجة الحساسة بتحس في البيت ان هو ايه ان زوجها ده بيستهلكها وان زوجها مش بيرحمها ولا بيريحها وبيسيبها كده تاكل في نفسها ويمشي وما يتكلمش معاه ويسيبها على حالتها دي تغلي وتحس ان الحياة بتتآكل وبتشتعل وبتتحول الى الرماد ولما نتناقش والنقاش تحول الى ايه الى صراع واصدام والأولاد في السن خطر في البيت وفاهمين كل حاجة يبقى لازم نفهم ان ما فيش طبع سيء لكن فيه سلوك سيء احنا اللي بنختار السلوكيات السيئة ونحافظ عليها يبقى في الاختلاف محدش يجيقول والله انا طبع سيء كده انا والله عصبي لا انت حضرة النبي لو انك انت لو ان العصبية طبع لو ان العصبية طبع وانت ما تقدرش تتحكم فيها ما كانش حضرة النبي قال للصحابي لما قال له وحد تشوف الصحابي الصحابي يبدو ان هو كمان عصبي وهو بيتكلم مع حضرة النبي مش قادر يمسك نفسه بيقول له ايه انصح لي واقلل علي ما تتكلمش كتير بيقول لحضرة النبي كده فقال لا تغضب قال لا تغضب قال له لا تغضب ثلاث مرات يبقى انت قادر تمسك نفسك ده مش طبع انت قادر تديره مش هتقدر تغير نفسك غير لما تعرف نفسك الله سبحانه لا يقول بل الانسان على نفسه بصيرة يبقى احنا لازم نعرف نفسنا واحنا عندنا مشكلة وهي عدم تكذيب الافكار والمشاعر انه لما يجيني فكرة او يجيني شعور ما قافش انا ايشها وما كدبهاش ده انا بسدقها منباشرة ولو فكرت في شيء انا دلوقتي بنتكلم على تفكير الشخص الحساس انا لو فكرت في شيء يبقى الشيء ده صح واذا شعرت بشيء يجب ان هو يكون حقيقي والحساسية المفرطة بالمناسبة عشان ما حدش يقول ان المثال ده الحساسية المفرطة منتشرة فينا جدا لدرجة من اهم سمات الانسان المعاصر الحساسية كثرة الحساسية الناس بيقولوا ان المشاعر عشان هو يبرر للحساسية بتاعته يقول له انا حساس يعني انا عندي انسانية ولا انتوا عايزين نبقى انسان بارد ومتبلد لا مش حقيقي الحساسية دي نوع من انواع سوء الظن في الناس فيبقى التعبير عن المشاعر والحب هي الطريقة الصحيحة للتعامل مع المشاعر السلبية وعدم تعبير الطرف التاني عن مشاعره اتجاه شريك حياته بيؤدي الى تفاقم المسألة واحساسه بالمهانة طب انا بقول كده ليه من اهم الاشياء اللي بتخلي ادارة الاختلاف مش ممكنة في البيوت ركزوا بقى بقى هنا احنا عندنا واحدة حساسة واحد شخص بيتجاهل هذه الحساسية وبيخب عليها فشوفوا الوضع يبقى شكله ايه اول حاجة تحصل بينهم عشان المسألة تشتعل وما تبقى خلاص مش هتنفع الكلام فيها يروح داخل الخلاف ده والاختلاف ده على مفهوم الكرامة هو بيهني هو بيكسرني هو بيأزيني ده كلام شديد الحساسية هي عايزة تسيطر علي هي عايزة تعرف كل حاجة لان هي في الحقيقة شايفة ان انا بخب عليها مواردي فإيه اللي يحصل فالخلاف يتحول الى شقاق ويضيع التوافق ويبقى كل كلمة بيقولها كل طرف لها ستين معنى والمرأة اصلا شوف قبل الحساسية كمان المرأة اصلا توقعاتها في بداية الجواز بتبقى اعلى من توقعات الرجل وده محل من محلات الاختلاف ولذلك حضرت النبي صلى الله عليه وسلم اوقفنا على الاتزان ان كل واحد فينا يعرف انه انسان وفيه الطبيعة الانسانية وعشان كده حضرت النبي قال كله ابن قدم خطاء وده احد ادوية الحساسية ان انا اعرف ان احنا مش ممكن كل واحد فينا يبقى بيرفكت يبقى احنا لازم ببساطة خالص نعرف ان الحساسية المفرطة دي مش هتودينها لحل يبقى احنا لازم نوقف امام الحساسية دي وعلى فكرة الحساسية دي ممكن تكون سببها جاي من التنشئة احد اهم اسباب الحساسية جاي من التنشئة لانه كان بيتعرض الشخص الحساس ده الرافض من اسرته او كان بيتعرض لي حالة من حالات التنمر وممكن تكون سبب الحساسية شعور بعدم الامان في العلاق وشعور الشخص الحساس بقلة ثقته في نفسه وقلة ثقته في حب شريك حياته يبقى لابد أن نفهم أننا نعم مختلفين ونبنى أن نتكلم عن القواسم والمشتركة بيننا قبل ما ننتظر أننا كل واحد فينا يقوم بوجبه لأن في الحقيقة لازم نعرف أننا الزواج ده مش تكليف وعب الجواز ده تشريف عشان الزوج بقى زوج وبقت زوجته هي سبب من أسباب سعة رزقه فالجواز نفسه شرف نبيه الله سبحانه وتعالى وفتح باب الوصل وباب العطاية الربانية سبحانه وتعالى وعشان كده ربنا بيقول لنا أن الجواز باب للرز وباب للعطية وباب للفتح والله سبحانه وتعالى يقول والله سبحانه وتعالى يقول ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليه سكينة وجعل بينكم مودة ورحمة فلازم نتقبل الاختلاف بأول حاجة لازم نتقبل الاختلاف بس نتقبل الاختلاف برحمة وكل شريك يقول لشريك حياته إيه الأشياء الجيدة فيه يعني إيه يقول له الأشياء الجيدة فيه يقول له أنا والله شايفك زكي أنا شايفك أنت شخص تستطيع أن أنت في لحظات ودوءك ولحظات كذا أنت تستطيع أن أنت تأتي بأفكار جديدة ما حدش بأتي بيا غير ترجمة نانسي قنقر